لقاء ضم مسؤول قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة الهدف هو التحضير لشهر رمضان من خلال التركيز على رفع الانتاج ومضاعفة المخزون وضمن التوزيع السلسي للمواد الغذائية الأساسية بالإضافة إلى تنظيم الأسواق لضمن وفرة حاجيات المواطن أمر جيد فلما لا يتم تعممه طيلة السنة البرلمجة تحادل الأسواق وحتى النوعية تحادل الأسواق هادية في حدتها يعني ما رايش إيجابية ومثمت الصرام لأحال الدولة الجزائرية إحنا وش حبينا يأخذ الهدف التاعنا من هاد الأسواق أنه تسهيلات تسهيلات المواطن البسيط هذه على ما تكونش تسهيلات في 12 شهر في العام على شهر واحد في هذاك رمضان وكأنه نحن ناكله في شهر واحد على حناية ما نديروش أسواق هذه اللي كنا نديروها في شهر رمضان على ما نديروهاش طول العام على ما ندخلوش درهم على ما يطلعش المستوى حتى هو يربح التاجر على ما نسهلوش طوال العام لهذا المواطن هذا البسيط صحيح هنا أن النمط الاستهلاكي يتغير مع شهر رمضان ويرتفع الإقبال على عدة مواد غذائية ما يفتح الباب لتزايد جسع بعض التجار لكن تنظيم السوق وضمان وفرة المواد طيلة السنة من شأنه تغير العادة الاستهلاكية السيئة والقضاء على اللحفة والمضاربة وهو ما يفيد التاجر والمواطن والاقتصاد لماذا نخم في هذه الفكرة هذه؟ كنا نتكلم سابقاً على ثقافة المواطن الجزائري في الاستهلاك خلال شهر رمضان بالصح لما نوفره المواد هذه على طول السنة رح نقضيه على الفكرة هذه وعلى الخوف أنه ممكن في شهر رمضان رح يكون منتوج ناقص وكذا لكن لما نوفره المنتوج على مدار السنة خلاص رح نربيه في هذه العقلية أنه يقتني المواد تعهوه وعنده ثقة أنه لما تكون المناسبة هذه رح يلقى كل المشترية تتعه ما نقوله غير على اللحوم وعلى الأكل حتى في الملابس حتى يعني في كل الآواني المنزلية كل سنة قبيل شهر رمضان تنطلق السلطات في سباق مع الزمن لتوفير حاجية المواطن الأساسية شيء جيد لكن حبذ لو تتحول هذه العادة الرمضانية إلى قاعدة يومية ووصفة تميز أسواقنا طيلة السنة وتقضي على المظاهر السلبية التي تتكرر كل موسم ترجمة نانسي قنقر